وأخيراً وأخيراً جادت السماء علينا بمغربيين عرف حقيقة الأمور سوف يموت أولادك سيبيع الأملاك في المغرب وعيش في أوروبا وصير تكسل لي أنت في الروضان لتوافز العذاب والأليم سمعتوا زيدوا نعودوها قد المساج نصفت للمهاجرين في العالم كله لمشيتي هاجرتي شي بلاد عيش فيها ونسى بلادك ونسى المغرب ما تبقاش عيش في الجاحيم وعيش العذاب الأليم وتجمع في الفلوس وتديم المغرب وتعيش أنت الجاحيم لأن البجاء أنت خان أولادك ونسترد منهم الأمور دック ng amnas ونشوف اللي في المغرب وعيشو في أوروبا وصير تكسل لي أنت في الروضان لتوافز العذاب والقليم الله يزعل الرائ команд هو المغرب الحقيقي الذي فاهم اللعبة الفاكم هذا الحقيقي لنقش بحال الناف precisamente عندما نتوقعوه ماذا نكس ماذا نجد من أعتقد التلة هاجر سنغ Dual اه دفطن باللعبة عرب سنوكاين ابرابولي امك وبابك اللي ولدوك برادر اه والله ابرابولي لك كان عطيك عشرة على عشرة ياريت ياريت ان شعب الزريبة في المهجر ينتبه لها القضيه اخواني المشاهدين اخوتتي المشاهدات في كل اسقع المعمورة اهلا وسهلا ومرحبا بكم تبارك الله عليكم راطيف اتبارك الله مرحبا باتجا عندنا بسم الله المهم اعودة للموضوع الزريبة هذا الدخلة اللي دخلت لكم اخوتي ها؟ هذاك المغربي الحر العاقل الفاهم اللي سمعته كيتكلم علش ديرت لكم ديك المقطع داك لانكي مئات المقاطع موجودة دابا في العالم الافتراضي في السوسيال ميديا العيشة تشكيو سيدنا ورطيكية غد يعلينا وسيدنا والتدكية تعطيها غالية وسيدنا والبابورة غالي وسيدنا وسيدوا حمق وسيدوا مستين ها؟ هذه الجالية المجلية ما بغاش الرصدية لا يتحل يتفتح بس تفهم الحقيقة او لا غير بس تفهم ها؟ كيت تشكيو من غالق تدكير الصافر في الطيارة ومن غالق تدكير البواخر من الموانئ الاوروبية الى موانئ الزاريبة وعلى الخصوص من طنزا والناضر ربما والحسيمة كيت تشكيو هادش هذا ومن يتحلون هذا المشكل sum لا تريدين ان تهموا جيد ماذا عنكم في هذا الناس هذه الجالية المجلية في اوروبا ماذا عنكم في هذا الناس ماذا عنكم في هذا الناس ماذا عنكم في هذا الناس وأنتم السبب بسيال وجود تدكير العلاج لازل الطيار من الموانئ بسيال جالية انتم وليس أحد آخر ايه السي كان واحد حاجة كيسميها علماء الاقتصاد قضية العرض والطلب فهمتوا كيفاذ العرض والطلب مي كيكون الطلب على شي سلعة مرتفع التمن ديه لا تيطلع واختكم ديك الحاجة موجودة في السوق وبوفرة فهمتوا كيفاذ لان الطلب كتير الطلب كتير العرض تيولي عنده القيمة والمخزان افعيلي عنده عويناتو عنده ديناتو المخزان طلق عليكم عويناتو وموديناتو من الخزيرات وحتى الأسلو وفوت أسلو حتى القطب الشبال المتجمبين فانما مشيتين تتلقاهم ها تيشم شمولة في القنصوليات وفي الصفارات وفي النوادي وفي القهويف تيقلصوا المغربة ها العوينات تيقلوا لوتنوكين ها مسيدي تيسيف ترو ليرابور صحيح هو تيشوفكم من اللي تيقرب الصيف يدخل تيجيكم المونو على المغرب بالله يستر نعم تيجيكم المونو 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 كل شي تيويني ترعد بغي يمشي المغرب كل شي تيويني يحك وفي الصيف غادي تطلع التامان ديال التذاكر في الطيارة بصيف أخوتي حيتعرفكم نهار المخزان ها يشمشم ويبقى يشوف بأن الجالية المجلية فقط وبدأت كاتمشي تقوز في فاكونس ديالة في دول أخرى بكسعتين أوتوماتيكو مو التامان بالتذاكر غادي تطح ما حدو تيشوفكم تديرو بام ونص العدس والتذكيره سيبقى تظهر والأتمينة ديال بواخر في الخزيرات وفي المريا سيبقى تظهرين لأن انتما موجودين بكثرة والشيء إذا أفرط في الوجود فهو غير موجود كما يقول الفلاسفة نهار اللي سيبقى يشوفكم المخزن من اللي يقرب الصيف كتشدوا البنزة تعكم وكتشدوا ليدتكم وتتمشيوا تقونز والفاقونز في اسبانيا وفي إيطاليا وفي بورتوغال وفي غريق وكذا وكذا بحالي تدير السعب العافد وآخرون المغربة اللي وعين ديك الساعتين بالزز من اليمة المخزن وخنافروس يتحكوا في الأرض غادي طياح التمان ديال بيديال طياير نعم بالزز من اليمة دون منة منه ما شيء غادي يدير فيكم بليزير نو نو خنافروس يتحكوا في الأرض غادي رجع مادريد التنخر مادريد الدرب بدا ميفوت 50 أورو باريز تنخر باريز درب بدا ميفوت 100 أورو ايه والله سنسحب لكم وهكذا الدواليكا من الحكم التي يشوفكم عمي الفيلة الله يستهى الفيلة ايه حلقال ديك الكوميدي المغربي ديك الجمال الدبوز والله مع سنسحبه صديق أبو زعسرا قالوا من الماركا الصون كوم قطع البقر يقولون يقولون هذا يا أخي يقولون يقولون انا عرف انا حارف عرف ذاك العقلية كذلك تسمعني ديك هافي اماك انت حرم تراثك من المغرب و بغيت حرم نحنا من المغرب أعرف أعرف ما يسمعوني هذه العقلية المتفتحة المفكرة المبدعة أعرف، ولكن لا، القضية ليست كذلك؟ من اللي كان هناك فاكونز، كانت تلقى بفاميليات مغربيات نعم، من الفاميل المغوكين، كانت جبرون بوليداتهم وكذا حتى هم عندهم نفس الأفكار، لكن لا يوجدون الزريبة كان من يوجدون فاكونز، في السواحل الأوروبية والأمريكية أحيانا والعربية والتركية والإفريقية يقول لك أن يقوم علينا رخيص رخيص، ولا يوجد المشاكل رخيص ولا يوجد المشاكل مثلا، أنا ريزيرفرت ثلاثة الصمانات، سنقضيها إن شاء الله إلى كتاب وطور في العمار سنقضيها كما العادة في واحد الساحل الأوروبي جميل جدا سنقضي في الطيارة واللوطيل والمكلف في الوطيل في طر العشاء وكذا ثلاثة الصمانات ما وصلها إلى عشرة ألف درام وش عشرة ألف درام في المغرب تدير لك شي عادة عشرة ألف درام كذب شي هرفة بي عشرة ألف درام باش نمشي ندحس في كصابرة وبني مكة داو والغيس والدبان والحزق وبصرة والصلاقة طولة والخنز والدودن والمخزن وزيد المق ماذا داني لها تنزب لهادة؟ أعطي على من تتلو صبورك يا عبد الحفيد على من تتلو صبورك يا عبد الحفيد والشعب الذي يساقب له في البطول بالشيخات والتعريجات هذا شعب هذا قال لك موسم مرحبا في كارد الظه والتعريجات ويأتقي الى الأور씨 ويأتبقي الشوق يا عبد الحفيد يجب أنه يمكنك العمل كله. ها? بالحق حت فيكم بنجا ايوه القطيع. لعليات يسرد لكم الشيخات. وتعرافكم تعجبكم الشيخات. ها? كبيركم وصغيركم. شيخكم وشبابكم. نساؤكم ورجالكم. كتحمقوا على الشيخات. صدق من قال. الشعب اللي كتفرقوا الظرواته وتتجمعوا الغيطة والطبال هو الشعب المغربي. اغرب تسمعوا ديك واتا تا تا. ينسلون من كل حد بصاحبه. معه يخرزوا معه اonia هور嘛. ها يا عهfire. كاه meta setzen? ها واواواواواواواوا. كيف هاها الناس الي عسد؟ كيفه الذهاب القصة مولدة المنى Limengenera?Oh onomانا سو leaning l ov away. ها? ومع ذلك. في صفه يانكم هررررررررürه brandier. الكوباولاس المخزن حرام جميكم وماذاكم من حقوقكم الدستورية. نعم. المخزن حرام إمكم من حقوقكم الدستورية. نعم. المخزن حرام من حقوقكم مصطير الدنيا للإنسان المهاجر نعم وهو حق التصويت كل الجاليات كل الجاليات تصوت في بلدان إقامتها عدا الجالية المجلية الزريبية ممنوع لم تصوت واش كين شي حق ركسر من هدي واش كين شي حق ركسر من هدي حرم ممكم أنكم تصوتوا شنوه المعنى هذه المعنى هديك يقول لكم لما نحجشي البابكم أنا أنا أخص نغير الأورو تاعكم الحمير ما بغيتوش يتفهموه ثانيا من اللي كتوصلوا للموانئ المغربية سواء ميناء طنجة المتوسطة أو لا ميناء الحسيمة أو للناظر أو لا ميناء سبتة ها جهات المغرب ها تيخليمكم تحرقوا في الشمس كين ولا ما كيناش لا مساعدة لا رحمة لا إسعاف لا طوالي تتبحى للناس مرتك من اللي تتبغي تمشي تخرى ها تتمشي تدير الصف مع مية واحد ها الصف مية واحد ومرتك في الوسط تتننوا بتاعه باش تخرى نعم وتدخل لك لديك الطواليات الزين ها وتتبقى تمت تفرق عم برق 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 وديك مية واحد يسمعوا إلى السينفونية الحزقية هال الحزقية هال ما تعرف إدلال ما بعده إدلال وحقرة ما بعدها حقرة والغريبه في الأمر هادك 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 اللي مرتوه مش تتدير الصف تنجع المتوسطي باش تدخل الطواليات في الصيف كتلقاه هو اللي هو اللي هود كي يجري المغرب الشعب نزعت منه الكرامة مبقاش يكيعرفش عاجة اسمه كرامة الإنسان مبقاش يكيعرف الشعب المغرب يا ريت يهود يجري و يسكت و يخلي المرتوط شد الصف بس يدخلط الصف tir ويكملوا من شيء محن لا لي تدخل عندهم الكاميرات يuireiej يقول لهم عاش المالك الحمد لله وصدنا البلادنا الحمد لله عاش المالك سيدنا السيدنا هو اللي يوفر لي للطرق الا اختيارregر بردو estos أحضر على الخزيرات و انتنشوف youtube و الهوتى سعدنا وانا رابب أمسطردام وسيدنا و انا ب اصره وسيدنا وعلى ذكر العيشة اللي موجودين في أوروبا ضروري خسنان عملوا شي فيديو سبيسيا شي فيديو خاص بهم نعم علاج حتشوفت اليومين هذه مجموعة من الأحرار المغاربة في العاصمة الهولندية أمستردام عملوا واحد تداهورة واحد الوقف احتجاجية كالعادة كيطلبوا بإطلاق صراحة المعتقلين السياسيين وتحسين الأوضاع في منطقة الريف وكذا والحرية وكذا والمخزن جمع لهم العيشة من اللي بلاكواغط واللي بكواغط وصيفتهم يوقفوا ضد الأحرار فهمتي الشعب هنا تيقول عاش الشعب وعاشت الحرية وعاشت الكرامة والعبيد العيشة عاش المليك عاش المليك وكي تجب دوك يخرجوا العينين عاش المليك من اللي كنت اليمك في المغرب حازق قبل أن تحرق نسيت ذلك أيامات دب عملت كويتات وعملت أديداس وعملت نايكا وبدأت ذلك تقول عاش المليك واحد المشهد تقشعر منه الأبدان في قسمة تكون شيء وقفة نضالية احتجاجية في العواصم الأوروبية المخزن تسرر لهم الكليب نعم والمصيبات يسمي رأسهم الأحرار الفيديوهات اللي شفت أنا شنو كتب العنوان ديالوب قال لك الأحرار المغاربة يتصدون للريافة أهلا دو ما أروعك أيها الشعب المصيبة الكحلة دب العياشة يسمي ورسم أحرار أحرار ونعمة أحرار نعم وانتم اللي داريننا العصف الرويدة نحن المغرب كنا قد نحرش على هادي ورا المخزن مكالي بيكم اهل عبيد اهل عياشا تيدفعوا لي على واحد الطاغوت تيدفعوا لي على واحد ديكتاتور تيدفعوا لي على واحد واحد بنادم مخرج الزفت في الشعب المغربي ومخرج فيه المصيبة الكحلة ها مفكر الشعب ومجوع الشعب ومهجر الشعب ونساء الشعب كمين في حقول الفراولة وفي هطيلات دبي والامارات وابوظبي والمغرب كامل سعاية وكامل بلد مكيسع وهي داكو مصرين يدفعوا لي انا كنفهمش يا اخايا الدائرات والله مسلا فهمنات القادية يقدر يكون واحد انسان ملاكي كيبغي النظام الملاكي بحل واحد اخر كيبغي النظام الجمهوري ولاش العباء بالحق عادي انا مقتنع بالنظام الملاكي وصافي كنظام اما الشخص شخص المالكة ولا اخاه ولا ابا ولا امه مسلاك سبقها جانبية مشيش حاجة مهمة بحل اي وقع في اوروبا ده بمثلات في اوروبا نقوط لكم مرارا وتكرارا العائلات الملاكية ملكت فاياريا رفي دولات الشعب كنداي غواد نعم مشيش حاجة العيسه اللي عندنا lawyers تقلك اللا الاماليك امّا 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 امّاليك هذا موسيحال المالك مصاح مع ابو زعيسرة على الحمال مكنتعرفةłączي هادي حاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها ومحدنا بقي كنظر على العيشة والعبيد والقطيع وكذا والفاكنس والشعب المغربي المطحون محلشي وش غضي عايد هذا العام هادا اخوتي نعم للأسف الشديد يا شعب الزريبا الجالية المجلية غضي تدير هوب وغضي يطلعوا الاتمينة ديال الحوالة والتسير عايد بشي قطل القيتها ايو الشعبو لا صاف يا ديكونوا هاليناد المخزنكي بروفيطي في اي حاجة نويرمال بلاعيد الاتمينة الأغذية ويوندا با 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 بلا الجالية المجلية الأسعار شعلة فيه العافية عضو الجالية الأسعار شعلة فيه العافية أربع شهر وحنا نشوفو الشعبكي بكيف اليوتيوب والفيسبوك اما من يجي السيب مشيتو الزبلة مشيتو الزبلة أيها الفقراء في المغرب لا صافي تتحنتم زيعها طحنتكم الماكينة لن نتذكروش أنا في نظارية يستحقون أكثر من الطحن نعم لأنك موحد الشعب دير رصوبتي فهمت دير رصوبتي شوفت دير رصوب سكين وذريئ ولكنك لست بريئا أنت مشارك في كل ما يحدث من مآسف الزريبة أيها الشعب بل أنت صانع لها نعم إذا لم أبالغ إن الأمة التي لا تحص بالظلم لا تستحق الحرية تستحق الطحن وبس المهم عودة إلى أخبار الزريبة هذا الأسبوع الأخير أخوتي لاحظناه في الأخبار الزرائبية في المواقع في الجرائد في السمع البصري في اللاسلكي في السلكي كيروغ جول ديك الأخبار ظاهرة عزل المسؤولين ظاهرة عزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية استنتق برلمانيين وزراء سابقين هنا وهنا نعم بحل اليوم سمعتنا شي واحد في بوزنقة شي مسؤول برلماني ولا شي جماعة طبعاً أنا رأيي الشخصي ما كي لا برلمان لا جماعة لا ولاية لا حكومة لا الزعتار في المغرب كين الزريبة غابة كلابها ديابة نزلين في النصهم ولكن تنسى عملوا هذه المصطلحات دي الجماعة والجماعة 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 الرئيسية والمجماعة والبرلمان والحكومة بس ان تفهمونا هاد شي أخوتي اللي كتسمعوه وكتشوفوها الأيامات عزلة فلان استنطقة فلان ليس إلا خطة مخزنية لكبح جماح طورة الجائعين القادمة والتي بدأت تختمر في وجدان الإنسان المغرب الجائع وبدأت ملامحها وبوادرها تظهر واضحة في الشارع نعم المخزان اقرها في اسم نعم الطورة جاية وقريباً لذلك بدأ يتظاهر بمحاربته للفساد والمفسدين تفهمنا؟ المخزن أخوتي كما يعلموا الخص والعام وكما هو معلوم خبير في لعبة الإنحناء للعواصف يتقنها بحرفية عالية تماماً حل الدرف 2011 حين رأى العروش من حوله تطير ومعها تطير الرؤوس رؤوس الحكام حكام العرب دار لهم دستور جديد نعم قال لهم خطاب تاريخي مارس 2011 خطاب تاريخي دار لهم دستور جديد نعم ودع أنه قلص من صلاحياته صلاحيات المالك أقصد والأسرة والعائلة والأصدقاء وهلما جرى وهو الشيء الذي كدبه الزمن شوفوا هذا الرد الذي نعيش فيها دبا فرق كبير أختي بين الحالة اللي كانت عليها المغرب في 2011 و 2012 ودابا في 2011 و 2012 كان المخزن تابت المظاهرة طلق له مشريط اللي بغي يدهر يدهر اللي بغي يغوت يغوت عمل ذاك اللعبة يلاء عسس من بعده شيئا يسمى الديمقراطية وكذا هلاز لأنه كان يشوف في ذاك الوقت العرش سيطيره ومعمر وطلسي معمر من كان فينا يعتقد أنه معمر سياطير ولكنه طال الحتمية التاريخية وديرك تكا أخوانا والمخزن حرامي وفعيلي دلهم لكل عبادية سأنحاني للعاصفة وأنحانا للعاصفة كذا أخوانا وخليها قاسس ومن بعد جاتي يقول لهم أنا ربكم الأعلى هاتشي لكين أخوتي هاتشي لكين هاتشي لكين وأبقى تقول لديك الهضراء وهادي هضراء خاوية عودة إلى قضية ظاهرة نشر أخبار عزل مسؤول هنا ومسؤول هنا وشنو المقصود منها كذلك من المقصيد هاتشي يا أخوتي أخوتي أن المخزن يعيش في هذه اللحظات وفي هذه الأيام تعيش في هذه الحالة ديال اللا يقين المخزن مبقاش دا من راسو بحالي كانش على هاتي بالشكل اللي كانش على هاتي وبنفس الحالة اللي كان عليها شعال هاتي نو نو هاتشي لباسي كومبوزي الماضي وأخوات شوفوا تجيبوا لكم العياسة يغوتوا عاشا 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 في الإرتيام والدوز هم هو إسبريس والمواقع أكتا يصرخون ويعيش هون مالكهم ولكنه يحس بأن ساعة الصفر قد اقتربت والدليل على ذلك أنه جاء بتل أبيب إليكم نعم وطبعا لكل بداية نهاية هاتشي لكي الدولة الأموية بدأت بمعاوية بن أبا سوفيان وانتهت بمروان الحمار كذلك بدأوا هؤلاء بمولهم اسماعين ربما ولا شيوعات كسمي والشريف وسينتهي بفلان أو لا فلطلان مساء العادية هاتشي لكي ناخد سينفونية محاربة الفساد التي تطلقها أبواق المخزن صباح مساء لم تعد تطرب أسماع الجياء في مملكة الرقي والبؤس والضياح والشعب المغربي ستقدم بأن المالك يحارب الفساد هو تشوف الصور بحال هيدا والفوتوس بحال هيدا درع فيان درع فيك بوس فيان بوس فيك لا يصلح العطار ما أفسد الظهر المخزن هو الفساد عينه هو أم الفساد وأبوه المخزن لن يفكر في يوم من الأيام في الإصلاح المخزن يتنفس الصعداء بالفساد وفي الفساد ولكنه يتظاهر للعامة بالتقي وبالصلح والطهر والعمل على إصلاح الفساد ومحاربة الفساد وإصلاح ما أفسد الفساد وغياء نباتة الخاودي غير بالعادة بلانته كدوب والتخاربق هل تشعب صافي أم لا فاتس يعني؟ الشعب المغريبي يعرف دولة دياله فسدة واللي حكمينها فسدين تلفزيون فسد وكل شي كدوب والتخاربق ولكن تعيش مع ذلك تتأقلم تتطبع ذلك اللابة على الأخطابات تتعرف الأخطابات تكون التحت في المحيطات الأخطابات نقول له ترنط 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 ونحن نسمع العهد الجديد و البلوارة كه؟ أو ما كه؟ لا تنصدون شيء لهم ربع قرن تقريباً وفي الأخير المغريب سيتكلاسة الرتبة 144 والصومال سيتكلاسة جداً منهم في حريية الصحافة وحريية تعبير ماذا تخبر بها ؟ صومال أخوتي حركة الشابب وداعش والقاعدة عملي غزاوة في مقاديشو وهذا كنت كلاسات حسن من مغرية حسن من مخزن ويأتي ابن أدم يقول لي مغرية مضخم وحلو ومزيوان ومضخم ماذا ؟ هذو يقول لكم أخوتي مغرية مضخم جود الحاجات لا تالي تلاهو مغرية هذو كل اللي عندهم شي بيروت ماء أو شي بزبوز يسرقوا منه الرع ويقول لكم الحمرين لا تعرفين ماذا ؟ أما الشعب تعرف أن الزريبة لا يوجد ميتها ها الله العادم سوريا لا تريد أن نقوم بها سوريا دمرتها دمرتها القاعدة دمرتها داعش وحرار الشام وموصلتها لا تجد المليون سوريا في أوروبا نحن المغرب لا يوجد قرطسة سوريا 10 مليون من الجالية المجرية موجودة خارج المغرب 10 مليون من الجالية المجرية أما الذي يريد أن يكون سوريا لا يريد أن نقول لكم سوريا دمرتها 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 المهم أن أخوتي سوريا بوتين مجرد 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 يا لطيف أخوتي مجرد مجرد أخوتي مجرد 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 ماهو ومجرد مجرد تسعة سوريا